اطيب تحياتي والان وسهلا بكم. اليوم بدنا نعمل متجر الكتروني. هاد المتجر الكتروني ما رح ياخد معكم شغل اكتر من ساعة واحدة فقط. اذا كنتم جاهزين اللوجو والصور والكلام. طبعا هاد الشيء بياني انك انت عندك اصلا منتجاتك وعندك فكرة عن كل شيء بدك تبيه. عندي هون القائمة وعندي الشوب. اذا رحنا للشوب وقمنا باضافة اي منتج الى السلة. لح منلاحظ لح يظهر المنتج مباشرة بالسلة. مباشرة لح اضيف منتج ثاني بامكاني يزود الكمية. بعدين لح يعطيني هون الناتج النهائي. لحروح اللو هون للدفع. ولاحظوا هون لح يعطيني خيار الدفع والشحن اذا بدي اشحن مثلا لعمان او قطر او السعودية. وعم يعطيني هون سعر الشحن مثلا خمسة يورو. بامكاني كما نضيف كوبون هون للخصم. بعدين لاحظوا هون اذا بعمل التالي. بامكاني يدخل المعلومات. وبعدين بقل له متابعة. ولاحظوا هون لعم يعطيني طرق الدفع. حاليا طريقة الدفع اللي حطيتها هي البانك ترانسفير. التحويل البنكي. ولكن لح بنشوف اثناء الدرس كيف بامكاني اعمل ربط بالبيبال او بالسترايب بحيث انه يصير الدفع عن طريق الكريدت كارد او الابل بي او الجوجل بي. طيب. لح اعطيه هون له اتمام الطلبية. ولح ياخدني هون للصفحة الرئيسية. وعم بتلاحظوا الموقع في جميع الاقسام وفي حتى فوتر وفي الدفع. طيب. اذا رجعنا هون للمجل نحن نلاحظ هون ضمن او الطلبيات. لح بتلاحظوا انه قمت بي طلبية قبل قليل. وحاليا الطلبية اللي عملناها قبل شوي. هتلاحظوا انه هي لسه ما تم الدفع. اذا بضغط عليها لح بتلاحظوا انه عندي معلومات الطلبية كاملة. بقدر اعمل انشاء فاتورة للزبون انه عم يعطيني فاتورة كاملة على شكل بيمكاني السرع للزبون. وطبعا مع المعلومات الكاملة الاسم وطريقة الشحن ضمن اعدادات المتجر بالتأكيد بيمكاني اعطي طرق للشحن او بيمكاني اعطي طرق للدفع. بطرق الدفع لح بنلاحظ بشكل اساسي عندي البيبال السترايب كيفين وعندي الدفع اليدوي بالتوصيل. توقع اغلب الناس تستخدم وهو ممتاز جدا. لاحظوا انه بيختصر جميع عمليات الدفع. طيب في عندي كمان هون اذا بروح للسيتينجز عندي هون انفويسز. لح بتلاحظوا هون عندي جميع الفواتير يلي قمنا بارسالها والطلبيات جميعا. ولوحة التحكم فيها الكثير من الخيارات يلي ممكن تشوفوها. لذلك خلينا نبدأ بدرسنا ونشوف كيف بننشق هذا المتشا. طيب متل ما قلت لكم انا بستخدم سواء لشغلي الشخصي او للزبائن. ليش عم بستخدم لح بتشوفوا بعد شوي لبحة التحكم السهلة جدا. عم تشوفوا الميزات والاسعار حتى يلي بتناسب الاعمال يلي عم ما اشتغلها. عم بتشوفي عندي هون بالصفحة الرئيسية ثلاث خطات رئيسية. ولكن بما انو عم نعطي درس بالعربي خليني نروح من هون من للدول العربية لحتى نشوف اهان لاحظوا هون انخفض السعر مباشرة من اتنين فاصلة تسعة وتسعين لتنين فاصلة تسعة وخمسين. في عندي كمان خطة اذا بتروحوا لهون للاستضافة وبعدين نروح لاستضافة مواقع مشتركة. نح بتلاحظوا هون في عندي الخطة اللي اسمها الاحادي. يلي سعرها حوالي دولار ونصف فقط في الشهر. طيب انتبهوا معي. هاي خطة البريميوم بنختارها لما بتكون انت عم تشتغل لشركات عم تشتغل لزبائن. بالنسبة لي انا بستخدم هاي الخطة ولكن بدأت تفكر برفع لخطة الاعمال بسبب ميزة جديدة حاليا عم شوفها بالهوستنجر يلي هي المجاني. هذا اللي عم تشوفو هون هو عنا هون الهوستنج وانت عم تطلب موقع الانترنت تبعك من الشرق الاوسط. فكل طلب موقع بده يروح على امريكا مثلا ويرجع لك. ولكن بالسي دي ان يلي بيصير انه انت عندك موقعك الاصلي هون بيقوم بنسخه لعدة نسخ بسيرفرات حول العالم. ولما انت تطلب موقعك مثلا من دبي فهو بالتأكيد ما لاح ياخد طلبه لا امريكا. ممكن ياخد طلبه لا الهند او ممكن يكون عنده سيرفر سي دي ان بمصر اذا اقرب ما يكون. وهذا الشيء بيعني انه موقعك لاح يكون سرعة استجابته اربعين بالمية اكثر. اتخيلوا. طبعا ما لازم الكن عن موضوع سرعة موقع الانترنت قديش مهمة. لان كل ثانية تأخير بموقع الانترنت لا يفتح اعتبر نفسك انه انت خسرت زبون. بعدين مناخد الاحادة. بعدين منقوم باضافة الى السلة. وراح بتلاحظوا انه عندك موقعك هون. رح نختار هاي الخطة اللي هي لا اربع سنوات. ومنروح لهذا المكان. احبنا نلاحظ انه المجموح هو خمسة وثمانين دولار باربع سنوات. ولكن انتبهوا انا موجود في المانيا. اختاروا اي دولة عربية. ولح بتلاحظوا مباشرة انه السعر انخفض لا واحد وسبعين دولار. ولكن كمان يلي عم يشترك عن طريق الكند بامكانكم الدخلو الكوبون يلي اسمه نور حمصي وتعملو له تطبيق. ولح يصير المجموح حوالي خمسة وستين دولار باربع سنوات. يعني حوالي ستعاش دولار وربع في السنة. طبعا انتبهوا هذا ادعا عم نختار خطة احادي يلي هي ما فيا دومين مجاني يعني ما فيا دابليو دابليو اسم الدومين. بينما بالخطة الممتازة لاحظوا هون عم يقدمو لك دومين مجاني زائد ثلاثة اشهر. خلينا نحسبها بشكل صحيح. اذا اخدنا هالمرة خطة الممتازة اللي هي البريميوم. و مرة جديدة اللي حننزل الاسفل. ولح نختار ايجبت كدولة عربية. و رح اقوم بادخال الكوبون. و رح بتلاحظوا لح بيصير السعر حوالي مية واثناش دولار. برجع بلكن خلينا نحسبها بشكل صحيح. لح اعطيكم الطرفين. عندي هون استضافة المواقع الاوحادية. معنا واربعين شهر. وهون البريميوم المميزة. عم بعمل هاي المقارنة لحتى تعرفوا تماما شو عم تشتروا شو عم تشتركوا وشو عم تدفعوا. هون باستضافة المواقع الاوحادية. عندي السعر هو خمسة وستين دولار. اذا قسمناه على اربع سنوات. يعني بالسنة بيطلع حوالي ستة عشر دولار ونصف. زائد عشرة دولار الدومين. بيصير السعر للخطة الاوحادية حوالي ستة وعشرين دولار في الشهر. خلينا نشوف الخطة البريميوم المميزة اللي فيها الميزات افضل بكثير. لاحظوا اول شي عندي السعر هو مية واثناش. هاي المية واثناش. ليست على تمانة واربعين شهر وانما على واحد وخمسين شهر لان عندي هون ثلاثة اشهر اضافية. يعني اذا قسمت على واحد وخمسين شهر وقمت بضرب الرقم باطناش فانا بحصل على ستة وعشرين فاصل خمسة وتلاتين. وانتبهوا معي هون عندي انا اسم الدومين. اذا لما منقارن السعرين منلاحظ انه انا لا احصل على استضافة المواقع المميزة البريميوم بدفع فقط عشرة سنت في السنة. ولهذا السبب تماما انا مختار خطة البريميوم. طيب قبل ما نبدأ بالتصميم نحنا حكينا عن عن الاستضافة ولكن ما حكينا عن ما راح احكي كتير عن الدومينات ولكن بشكل عام لما مندخل على دومين فقط اكتبوا على وهي الصفحة. راح بتلاحظوا انه في عندي لواحق معينة منقدر نختار من لاحظوا حوالي عشرة دولار في السنة. بينما اذا عندك مجر الكتروني فيك تاخد نطاقك ب ولكن بدي تنتبه انه هي الاسعار لسنة فقط. لحجرب هون ابحث عن نور ديزاينر. انا بدي احجز هذا الاسم مثلا. لح منلاحظ عم يعطيني نور دولار في السنة. لحقله اضافة الى السلة ولح ياخدني للسلة لح بتشوفوا انه الدومين يتم تجديده بسعر خمستعش دولار في السنة بعد سنة كاملة. ولكن انا بقدر احجزه لثلاث سنوات. اذا دومين بتضمن على الاقل انه هو ملكك لثلاث سنوات. طبعا قبل ما تنتهي الفترة لحيوصلك ايميل انه انت بحاجة تجديد دومين. لح يعطيني هون نور حمصي دوت شوب لحقله بحث لنشوف اذا متوفر. اعتقد متوفر لحقله كمان اضافة الى السلة لح بتلاحظوا انه الدومين دوت شوب يتم تحديثه او تجديده بخمسة وتلاتين دولار في السنة ولا يمكن حجزه اكثر من سنة واحدة. اذا كل سنة بدك تقوم انت بالتجديد. طيب لو انت مثلا بالامارات او بالسعودية وبدك يكون دوت اي اي اسم الموقع تبعك. فبهوستنجر للأسف هذه الدومينات هذه نطاقات غير متوفرة. وطبعا هذا الامر باغلب الشركات الاخرى كمان. لذلك بدك تتجه لشركات محلية لحتى تحجز. اذا بعد ما حصلنا على الدومين والهوستنج. بالنسبة لكم غالبا تكون هذه الصفحة فارغة لذلك لحتروح مباشرة لكرييت او ميغريت ويب سايت. بعدين هون عم يسألني ما هو نوع موقع الويب الخاص بك. طبعا لاحظوا انا عم يعطيني عدة خيارات. هيا نعمل تخطي لا اريد تجربة شخصية مباشرة. هم يسألني هون بدك تنشئ موقع جديد او تنقل موقعك. نحن اعتبر انه نحن عم ننشئ موقع جديد. طيب هون هوستنجر بتعطيني خيارين. الاول اني اعمل بالورد بريس موقع عن طريق الورد بريس وكمان بيستخدم الذكاء الاصطناعي. اما الخيار الثاني والموصى به هو منشئ المواقع مع هوستنجر بالذكاء الاصطناعي. بالحقيقة كنت انا بدي ركز اكتر على الورد بريس ولكن بعد تجربتي لمنشئ المواقع من هوستنجر حبيت استعرضوا اليوم لحتى تشوفوا قديش سهل الموضوع انك تعمل متجر الكتروني. لذلك خليني اختار هذا الخيار ولح يعطيني هون قم باستخدام نطاق موجود او اشتري نطاق. طبعا النطاق المقصود في دومين لو انتو عنكن دومين ما عندك لحنروح بنحدد النطاق اللي بدنا ياه. او هوستنجر بتعطيني خيار انه اختار دومين لاحقا. يعني انا حاليا بدي اكمل بدي اعمل الموقع. شوفوا هون على اعمله بس مشاهدة واقوم باختيار دومين لاحق. انا بالنسبة لي لح اختار الخيار الاول اللي هو استخدام نطاق موجود. والدومين اللي عندي انا موجود هو نور حمصي دوت نت. ولكن بحيث انه ما اخسر ان الملفات الموجودة بشكل رئيسي شو رايكون هون سميه ستور دوت نور حمصي دوت نت. اذا عم باخده مثل سب دومين. اذا انت لما يكون عندك الدومين الاساسي مشتري تقدر تعمل قد ما بدك سب دومين بحيث انه تقدر الناس تدخل علي. نحقل له هون متابعة. ولحنشوف انه وافق لي على هاد الدومين. اذا ستور دوت نور حمصي دوت نت. نحق له كمان متابعة. وراح تعطيني هون خيارين. الخيار الاول هو باستخدام الذكاء الاصطناعي. اعمل موقع بالذكاء الاصطناعي. والخيار الثاني كمان استخدام الذكاء الاصطناعي ولكن باستخدام موجود حتى نركز اكتر على العمل كيف تشتغلوا. لحن اختار موجود مسبقا. ولكن قبل هيك بدي اعطيكم فاصل الطريف. كنت عم حاول اني اختار ترجمة للعربية بحيط ان يكون الواجهة عربية. ولاحظوا جوجل كروم شو ترجم لي ذكاء الاصطناعي. اسمح لي منظمة العفو الدولية بانشاء موقع لك. انا ما بدي منظمة العفو الدولية. بدي نرجع للذكاء الاصطناعي وشكرا لكم. ومن هاد المكان لحتلاحظوا في المئات من الجاهزة وكلها جميلة وبإمكانكم استخدامها. لحقوم انا بالفلترة هون لحتى يعطينا مواقع الاي كوميرس. وبإمكانكم تختاروا اي من هذه التمبليتات. طيب. خلينا نجرب مثلا على شيء حيادي. مثل هاد اللي اسمه انسون ستارت بلدي. وبهاي البساطة انتهى الموضوع. صار عنكم موقع مجر الكتروني. وبإمكانكم تعملوا هون لحتى نبدأ نعمل الموقع. طيب فقط معلومة قبل ما نبدأ. بدي تلاحظوا هون شو مكتوب. عم يقل لي انه خلص عدادة الموقع اللي هي هي الخطوات خلال اربعة وعشرين ساعة واحصل على خصم خاص بالويب ممتازة هي الشغلة لحتى اتسعى بانجاز الاعمال. طيب اول الشغلة بدي اعمله هون بحيث انه يفتح لي الموقع النهائي ولاحظوا هذا موقعنا في عندي اذا بنرغط على نحن لاحظ انه عندي هون المنتجات بيمكاني اضغط على المنتج. ولكن لاحظوا هون ما بيقوم باضافة للسلة اللي حنشوفه بعد شوي لما نعمل ولكن شو بستفيد انا من هذا الشوب اذا انا مؤادر اتحكم بالتصنيفات وبالمنتجات. لذلك خليني بالفقرة القادمة اشرح لكم كيف نقدر نضيف تصنيفات ومنتجات وطرق الدفع بحيث انه تقدر تماما تحظه على متجر الكتروني. طيب اذا بعد ما انشاء هذا الموقع بدي نروح هون لهذا الزر لح بتلاحظوا في شي اسمه اونلاين ستور. لح يعطيني هي الصفحة يلي لح يقل لي هون اعطيني اسم للستور تبعك. لح يعطي اي اسم بتكون يا يلي هو اسم المتجر. لح قل له هون هومسي. طبعا كده تبيحروف كبيرة لحتى اظهر اهمية هومسي. بالخطوة التالية بشكل تلقائي لح يكتشف اني انا بالمانيا واتعامل باليورو. لح قل له متابعة. وعندي هون تحرير الويبسايت. اذا بضغط عليها. لح ياخدني لموقع الانترنت اللي بدي يقوم فيه بتحرير موقع الانترنت. طبعا لاحظوا كل هاد انا قادر اني غيره اتحكم فيه. يعني اذا بهذا المكان مجرد كبستين وامل هون اهلا بكم. لح اكتب له اهلا بكم في متجرنا. وممكن اني يصغر بحيث انه تكون بشكل اجمل. طيب بالنسبة لهذا النص مثلا لاحظوا لما بضغط عليها. لح يعطيني هون بحيث انه مثلا يقوم بتحرير هذا النص. او بامكاني بكل بساطة له اي اي اسيت. لح اقل له هون اكتب جملتين كوصف لمتجر بيع مكملات غذائية بالعربية. لنشوف اذا بيعطيني باللغة العربية. لح الوجي نوريت. ولاحظوا بالفعل متجر بيع مكملات غذائية ومكان مثالي. طيب. لح اختصر انها الكلمة ولكن بدي اه ورجيكم بكل السهولة كيف انا بقدر انقل هذا النص بهذا المكان. اه نزل هذا الزر للاسفل. لاحظوا كيف هم بقدر اتحكم بالموقع. وفي هدول القايدات يلي هون مهمين جدا. لاحظوا لما حاليا بنقول. عم يعطيني تماما بحيث انه يكون الموقع متناصر. ولكن متل المشاركين هون عندي النص طويل. وبالحديث عن الزر لاحق له هون ايدت للبطن. واحق له هون تسوق الان. طبعا لاحظوا كيف بقدر انا افتح الزر بنافذة جديدة. بقدر اعمل رابط لموقع او او اذا بدي هون اذا بدي يكون اكبر للخط. لاحظوا سهولة التحكم الهوفر. اذا انا بدي لون مختلف على الهوفر. لاحظوا هون ممكن اختاره لون غامق. ولاحظوا كيف اعطاني اللون الغامق. حتى بامكاني اعطيه طيب. ممكن حدا يسألني هاي الصورة كيف بغيرها. لاحظوا بكل بساطة. لاح اضغط هون على سكشن. لاح تظهر عندي هاي الادات. لاحق له ايدت سكشن. ولاح يعطيني هون تبديل الصورة. طيب خلينا شوف صورة تانية. لاحق له هون مثلا هي الصورة سيليكت. وبكل بساطة حاليا بامكاني حتى هذا النص انه له لهذا المكان. وقال له هون ايدت للتيكست. ولاح اخليه محاذاة لليمين. بنفس الطريقة لاحاخذ هذا النص لهون. والزر. وحاليا صار عنكم المتجر باللغة العربية. وبالاتجاه العربي. بما انه هون قمت بالتصغير. صار بامكاني هادة نفسه. لاحظوا من هادة المكان. اني ارفع بهي الطريقة. وخلي مساحة اكبر ظاهرة. طبعا انا افضل بهذا الشكل وحتى افضل يكون اصغر من هيك. بحيث انه الشخص لما يفتح موقع الانترنت يكون عنده على الاقل شيء عم يظهر. طيب. ما لاح اقوم بالتعديل على الجميع. ولكن شوف مسلا هي الصورة ملتصقة تماما هون. بكل بساطة اللي هاخدها بها الطريقة ونزلها. ولاحظوا برجع بلكن هادة ممتاز عم يخليني اعرف تماما قديش بدي ابتعد. ومن الاسفل بنفس الطريقة بما انه ابتعدت درجتين. هو كمان بيمكاني ابتعد درجتين. وصارت الصورة بالمنتصف. طبعا صار واضح بالنسبة لكم. كيف نقدر نحنا نعدل بكل بساطة بمجرد اني اضغط هون لحتى غير الصورة مثلا. او بيمكاني مجرد اني اعطي لون للخلفية. اي لون بتكون يا لحظوا بهالبساطة. او بنرجع بنختار الصورة. او لو بتكون تحذفوا القسم كاملا بيمكاني من زر بيمكاني نزل هذا القسم للاسفل. او بيمكاني ارفعه للاعلى. خلينا نزل هذا للاسفل. لاحظوا هون عندي قسم. في كمان صورتين او عمودين عمليا. طيب. لحقوم بالحفظ والنشر على هاي الحالة. بحيث فقط تشوفوا بالفقرة. بحيث فقط قدر اشتغل على المتجر الالكتروني. وتشوفوا تماما كيف بدنا ننشر المتجر. لذلك لحروحنا هون وقل له بمجرد انك تعمل لح يعطيني هون انه موقع الانترنت تبعي صار جاهز. معمل له ومبروكة عليكم صار عنكم الموقع وحاليا تسوق الان لح ياخدني على المتجر. طبعا مرجع بقلكن كل هذا الكلام ازا بتكون يغيروه بالعربي او باي لغة انتم حرين. لاحظوا الموقع موجود حاليا بامكانكم تزوروه على ستور دوت نور حمسي دوت نيت. لح ارجع لهون وروح لالان لين ستوري اللي موجودة هون. اذا انتم على كروم وباي لحظة حسيت ان اللغة الانجليزية متوجه لك عائق متواجدك كعائق بالزر اليمين وقل له ترجمي الى العربية. ولاحظوا كيف صار اللوحة بالعربي يعني اضيفت منتجات. اه طرق الدفع عبر الانترنت. معلومات الشركة. طيب. ما لح ادخل بجميع التفاصيل ولكن مبدئيا لحروح لهون للفئات او الكاتيجوريز. ومباشرة هون لحقله اضيف فئة. ولح اعطي اسم الفئة مسلا فيتامينز يعني فيتامينات. ولح اعمل فئة جديدة وخلينا نسميها هون مثلا فيغان او منتجات اه نباتية. طيب ضمن المنتجات او اذا دخلت هون على الفيتامينات. لح اروح لهون لتعيين منتج. موجود اصلا منتجات. تذلك فقط لح اختار هون على على التعيين ثلاثة منتجات من اللي موجودة اصلا من التيمبلت. ولح اقوم بحفظه. وبالنباتي كمان بنفس الطريقة. لح اروح للمنتجات. ولح اخذ لا الاعلى. ولح اقل له كمان هون حفظ. وحاليا صار عندي فئتين وعندي المنتجات. طيب. اذا رحنا هون لاعدادات المتجر. نحن نلاحظ هون عم يعطيني تفاصيل للمتجر. عم يعطيني هون الاسم العملة ونظام القياس. يلي بيهمني اكتر هون هو المدفوعات. وعندي الشحن. طيب. خليني مبدئيا نروح على الشحن. لاحظ هون عم يعطيني الشحن لالمانيا. هدخل عليها. وضروري جدا هون انه نقوم باضافة خيار للشحن. لاحظوا عندي هون اذا بكون تعملوا آآ صفر بحيث انه يكون مجاني. والاسم هون لح نقل له او مجاني. طبعا بيمكنكم تعطوه اي اسم بتكون لها. هلو هون اضافة. اذا في عنكن خيار اكتر للشحن. ممكن اعطي هون مثلا. ممكن اعطي هون غولف اريا مثلا لو انت متجرك ضمن منطقة الخليج. وعندك التوصيل داخل منطقة الخليج ما بيجاوز مثلا الخمسة اويرو. وبها الطريقة صار عندي انا ثلاث خيارات للشحن. لاحنرجع لا اه متجر لا اعدادات المنتجر. لاحرفع لاحروح للمدفوعات. طيب هون بيمكنكم عمنا عدد خيارات. اولا تقوموا بالربط بالبيبال. هون سهل جدا او بالسترايب لو انت عندك حساب طبعا يلي عنده استرايب اصلا هو بيعرف الخطوات. ولكن في عندي هون خيار جديد وجميل لقيته. يلي هو الدفع اللي يدوي عنده التسليم. لذلك لحتى نقوم بالتجربة لحقوم باضافة هذا الخيار. وعم يقل لي هون شو اسمها هاي طريقة الدفع? لحقل لهم او تحويل مصرفي والتعليمات مثلا. وعبقل له هون مثلا بشكل عادي انه يرجى تحويل الكمية لهذا العنوان لهذا الحساب. واذكر الرقم. وضروري جدا هون له تفعيل طريقة الدفع اليدوي عنده. لحقل له هون حفظ. ولاحظوا هون عم يقترح لي انه تمانين بالمية من المستخدمين بيستخدمو الكريدت كارد. لذلك يفضل او يفضل انك تعمل ربط الشريط. طبعا شو بيصده بالشريط? هو جوجل يعني ترجمة كروم. هو يعني عمل ربط مع طيب. لحقوم هون بالدخول لتحرير الموقع مرة جديدة. ومباشرة بهذا المكان لحقل له هون اد سكشن. ولحقل لي شو السكشن اللي بدك ياه? لحقل له هون من الانلاين ستور. بدي سنجل برودكت لا. بدي البرودكت ليست. لذلك لحق اختارها. ولاحظوا هون وضع لي المنتجات اللي موجودة عندي بالستور. ذقت له هون لهاد السكشن بامكاني اختار الكاتيجوري اللي بدي اها. لاحظوا هون سواء فيغان او فيتامينز. بحق له هون بيمكاني طبعا زود عدد المنتجات على السطر الواحد. طبعا هون خيارات ستايل والستايل العادي سواء الخلفية ما بيهموني حاليا. بيهمني المنتجات بحد ذاتها. لاحظوا هون عندي يعني ازا صغرت هون انه انا بدي فقط تلات منتجات تظهر. لذلك لما بضغط حاليا لحيا اخذني على المنتجات ياللي بعدها. شفتوا كيف عم يصير بهذه الطريقة. اذا لاحظوا كل شي تحكم عبارة عن اختيار. طيب انتبهت لموضوع لما عم قرب هيك ما عم يظهر زر. هاد الزر هو هون. لحق له ولاحظوا هون صار الزر الظاهر. طبعا عم يظهر معكم باللغة الالمانية لانه عم يتعرف انه انا تبعي موجود في المانيا. طيب بامكاني اعمل له هون لاحظوا حاليا لما بعمل هوفر عم يظهر هاد الزر. بامكاني طبعا بالتأكيد غير هون الاسم. لحق له اضف الى السلة. طبعا. بامكاني بالتأكيد كمان غير الشكل من لاي شكل بتكون يا ممكن هاد الشكل. هالفونت بامكاني غيره وعمله فونت اكبر. لاحظوا هاد الفونت جميل جدا. بالنسبة لي لحاخذ المونت سيرات انا بحب هاد الفونت. طيب. نرجع لهون. لاحظوا كمان حتى بامكاني يتحكم بشكل الزر. والخيارات الباقي بامكانكم تستعرضوها كلها العلاقة بلستايل. شو بيهمني من هون? بيهمني حاليا نروح للابديت لهذا الزر. وعم يخبرني انه قمنا بتحديث الموقع. على الموقع مفتوحة دي هون. نحقون بالتحديث. ولاحظوا حاليا انه متجري صار موجود. طيب. لاحظوا عندي هون الكارت ما فيه اي شيء. فقط له اضافة الى السلة. صار عندي المنتج موجود. لح اروح عامل هون واضيف مثلا. لاحظوا صاروا المنتجين موجودين. اذا قمت هون بالزيادة. لاحظوا هون اعطاني المجموع. ولح اقول له هون انذهب الى الدفع. وهون عند الدفع. طبعا حصير الدفع بشكل يدوي بانه نحن مختارين مرابطين لا ولا طيب. لاحظوا هون عم يعطيني خطط الدفع اللي هي المجاني او العادي. او داخل منطقة الخليجة اللي عملناها هون. ولكن لاحظوا هون انه عندي الارسال فقط الى المانيا الى دويشلند. اه ها. وين الدول الباقية? اذا رجعنا هون للستور طبعا للانلاين ستور. ورحنا للستور سيتنجز. بعده هون الشيبينج. لح بتلاحظوا انه انا هون محدد فقط الماني. بيمكاني عدل هاي. او خليني ورجيكم هون كيف بنضيف زون جديدة. يعني هون مثلا ممكن اكتب الجولف اريا. وضمن الجولف اريا لحضيف هون الدول اللي 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 هاخد له. على سبيل المثال ضفة الامارات بحرين كويت عمان قطر والسعودية. رح قل له هون سيف. ولح نرجع على الكاسل. هعمل له هون تحديث. ولاحظوا حاليا انه بضغط اه ها ممتاز. اعطاني خيارات الدول اللي اللي بقدر قوم بالشحن اليها. لنقول مثلا بدي اشحن اللي قطر. فهون بقطر اعطاني بس خطة واحدة اللي هي الكوستن لوس. اهان اذا لازم نرجع لهذا المكان. ونعطيه هون الابشن. يلي برجع بقالكن اللي كان اسمه جولف اريا. ولح قل له هون الريت هو خمسة دولار او خمسة يورو. ولح نرجع عمل تحديث. وحاليا لاحظوا هون كوستن لوس او عندي هون. ولاحظوا هون حاليا اذا قطر عندي بخمسة. لح قل له هون فيتا. لح قل له هون متابعة. ولاحظوا هون عم يقلي دخل معلوماتك. اوكي. لح قل له نور حمسي. ولح اعطيه هون معلومات لارسال تبعي. وحاليا للدفع. لما لح قل له التالي. لح يقل لي انه حول لهاد المعلومات نفسها اللي كتبناها. وعمل له هون. واخر شي هون عم قل له اتمام الطلبية. وحاليا تم ارسال الطلبية الى المتجر. اذا رجعنا هون. وقمنا بالتحديث. لح بنلاحظ انه بي الاردرز. بالطلبات. خليني نترجم لكم اياها. اذا ضمن الطلبات لاحظوا انه هون اعطاني تاريخ الطلبية. قديش مجموعة. وعطاني هون انه غير مدفوع غير مكتمل. طيب. اذا دخلنا على هي الطلبية. لح بنلاحظ انه اعطاني هون الاسم. طريقة الشحن. العنوان. وكل شيء بدي اياه. ولاحظوا هون شيء جميل. عمي لي هون انشئ فاتورة. اذا العميل بده الزبون بده فاتورة. لاحظوا هون معينة الفاتورة. اعطاني فاتورة نظامية. باسم المتجر تبعي. وبكل المعلومات اللي بده اياها الزبون. طيب بما انه الدفع يدوي اذا العميل دفع شو منعمل? بيمكني بك البساطة اللي هون وضع علامة كمدفوع. اذا انا عملت له هيك. وانه خلص نحن تلاقينا هاي الدفعة. وحاليا انا ارسلت له. وانجز بدون رقم تتبع او عندي هون رقم تتبع. انتم متل ما بدكن. وهون يفترض حاليا ارسل له ايميل للعميل. انه كل امورك تمام. والشحنة وصلت وكل شي تمام. ومبروك عليك اول واحد وسبعين يورو ونصف. اذا متل ما شفتوا اسهل من كده ما فيش. تعديل اللوغو. خلفيات الالوان. هاي امور كلها بتقدروا تعملوها لوحدكم. شوفوها لوحدكم. كان بيهمني جدا شوفوا خطوات المتجر تماما كيف ممكن انه تنامل. بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الدرس. بتمنى تنشئوا متاجركم الخاصة اعتمادا على هذا الدرس. وبالنهاية لو عجبكم الفيديو. ما تنسوا اشتراك بالخناة ومشاركة الفيديو. هذا كل شي لليوم. باي باي.